نوقة دائماً في شأن الأمن حيث كثيراً ما تمس تحذيرات الأمنية الخاصة برعاية الأجانب القنصليات وصفرات باعتبارها نقاطاً حسسة في أي دولة وهو ما يستدعي من رجال الأمن توفير حماية خاصة لهذه الهيئات جمال دين بوشا يفصل أزيد من 1500 عون أمن هو عدد العناصر الأمنية التي توفرها مجموعة الحماية والأمن على مستوى ولاية الجزائر لتأمين وحماية الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر وكذا الهيئات العمومية بيد أنها نقاط حسسة والسيادية تطلع المجموعة بحماية وتأمين المنشآت الدبلوماسية والهيئات العمومية ذات سيادة نشرف على تأمين هذه النقاط 24 ساعة على 24 ساعة بين جملة العراقية والصعوبات التي تلقىها رجال الشرطة أن هذه مجموعة النقاط جاية في مسالك تعرف حركة مغرور كتيفة بكل حزم استعداد وجاهزية يتلقى عناصر كافة الوحدات تعليمات أمنية تتمحور في آخر المعطيات والمهام المسندة لكل فرض من أفرادها تعليمات يومية، تعليمات دورية، تعليمات تنفد حرفيا لدينا دور بروتوكولي يتمثل تسهيل دخول وخروج العاملين بالنقطة سواء السافر أو السلك الدبلوماسي المعتمد رغم كل هذا تعد التحذيرات الأمنية الموجهة للرعاية الأجانب والممثليات من طرف بلدانهم الأصلية هي الثابت الوحيد لجس نبض هذه النقاط الحساسة وصورة الجزائر في حفظ الأمن والسلام